يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطري انتقالي عدد اعضائه خمسمائة وواحد وخمسون عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل من قلب القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء وعلى شاشة التلفزيون الرسمي اليمني اكمل الحوثيون المشهد الدراماتيكي الاخير للانقلاب على السلطة والذي تمثل باصدارهم ما وصفوه بالاعلان الدستوري الذي تمت كتابته بقوة السلاح وضعة المسمار الاخير في نعش الدولة والبدء بمرحلة انتقالية مدتها سنتان اعلان تتجلى فيه سيطرة الحوثيين الكاملة على مقاليد السلطة في البلاد فمن بين المواد التي جاءت في اعلانهم استمرر العمل باحكام الدستور النافذ التي لا تتعارض مع احكام الاعلان كذلك تشكيل مجلس انتقالي يحل محل مجلس النواب تحت قيادة ما اسموها باللجنة الثورية كمرجعية عليا بقيادة محمد علي الحوثي الذي ينتمي الى اسرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي واحد المقربين منه وهو ما يجعله الحاكم الفعلي على اليمن خلال المرحلة الانتقالية بحسب مراقبين انقلاب الحوثيين خلق حالة من الاعتراض السياسي والرفض الشعبي حيث شهدت العديد من المحافظات اليمنية مسيرات معلنة رفضها لانقلاب الحوثيين كما اعلنت قبائل محافظة مارب رفضها المطلق للاعلان فيما رفضته كذلك فصائل الحراك الجنوبي وصفة اعلان الحوثيين بالقرار غير الشرعي وهو ما ادى الى تعالي الاصوات في اليمن الجنوبي المطالبة بالانفصال والذي ترتفع نبرة الحناجر المطالبة به كلما ارتفعت مشاكل اليمن الشمالي سياسيا والسبب الحوثيون مشاكل بدأت ببسط سيطراتهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي وانتهت بالاعلان الدستوري الحوثيون يحاولون فرض سيطراتهم الكاملة على التراب اليمني فالى اي مدى سينجحون بتطبيق فكرتهم التي بدأت واقعا بعد اعلانهم الدستوري الا ان محللين يرون ان الواقع اليمني المركب سياسيا واقتصاديا وقابليا ربما لن يحقق للحوثيين طموحهم بالسيطرة على كامل اليمن فخزينة الدولة اليمنية التي تعاني من عجز مالي اصلا ربما سيحرمها من الدعم المالي من دول الجوار في حال رفض تلك الدول قرار الحوثيين الاخير لان قوة السلاح لا تنفصل عن قوة المال فمن يملك المال يملك القوة